بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أبناء الطلاب الصف الثالث تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية رحبكم أبناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم وهو تصنيف المنتجات حسب المذاق إذن درسنا إن شاء الله لهذا اليوم تصنيف المنتجات حسب المذاق نتعرف على هداف درسنا أبناء الطلاب لهذا اليوم أولا أن نتعرف الطالب على كيفية تصنيف المنتجات حسب المذاق وأيضا أن يذكر الطالب بعض نواع المنتجات ويصنفها حسب مذاقها وكذلك أن يعدد الطالب بعض المنتجات ذات المذاق الحامض والمذاق المالح وأيضا المذاق الحلو إذا كما تشاهدون لدينا بناء الطلاب في هذه الصورة عملية التذوق إذا تتم عملية تذوق الطعام بناء الطلاب كان حلوة وحامضة ومالح بواسطة ماذا؟ أحسنتم بواسطة اللسان بواسطة ماذا؟ بواسطة اللسان متى أن نتعرف على طعم المنتج؟ متى أن نتعرف بناء الطلاب على طعم المنتج؟ أحسنتم عندما نقوم بتناول المنتج فإننا نتعرف على مذاق هذا المنتج من خلال حاسة التذوق كما ذكرنا الموجودة في اللسان إذن حاسة التذوق بناء الطلاب تكون بواسطة ماذا؟ بواسطة اللسان نتعرف على طعم المنتج سواء كان حامض أو حلو أو مالح بواسطة اللسان وهي أحد الحواس الخمس الموجودة في جسم الإنسان كما تشاهدون ابناء الطلاب لدينا هنا الحواس الخمس لجسم الإنسان إذن نتعرف على حاسة التذوق أين نجد حاسة التذوق؟ نقوم بوضع دائرة حول حاسة التذوق إذن كما ذكرنا قبل قليل حاسة التذوق ابناء الطلاب هي اللسان إذن نقوم بوضع دائرة حول حاسة التذوق كما تشاهدون لدينا هنا الحواس الخمس كما تشاهدون الشم وكذلك النمس وأيضا التذوق وحاسة النظر وأيضا حاسة السم إذن نقوم بوضع دائرة حول حاسة ماذا؟ حاسة التذوق أحسنتم أين نجد حاسة التذوق؟ أحسنتم حاسة التذوق الموجودة في الفم عبر اللسان إذن نقوم بوضع دائرة حول اللسان إذن هذه حاسة التذوق أبناء الطلاب كما ذكرنا نتعرف على هذه المنتجات حسب مذاقها من خلال اللسان إذن حاسة تتذوق ابناء الطلاب هي اللسان لدينا هنا ابناء الطلاب النشاط الأول لدينا هنا النشاط الأول صل ما بين المنتجات في العمود الأيمن بما يناسبها في العمود أو ما يطابقها في المذاق في العمود الأيسر لدينا هنا العمود الأيمن لدينا هذه الصورة هنا ابناء الطلاب نتعرف على هذا المنتج وكذلك طعم هذا المنتج إذن كما تشاهدون لدينا هنا الكنافة طعم الكنافة بناء الطلاب هو يعتبر من المنتجات ذات المذاق الحلو إذن الكنافة بناء الطلاب عندما نقوم بتناول الكنافة في المذاقها يكون حلو إذن الكنافة من المنتجات ذات المذاق الحلو أحسنتم الصورة الثانية بناء الطلاب هنا هذه الصورة الثانية ماذا نشاهد هنا لدينا أحسنتم إذا لدينا هنا المخلل إذن عندما نقوم بتناول المخلل فإن طعم هذا المنتج يكون ماذا حامض أحسنتم إذن هذا المنتج من المنتجات ذات المذاق الحامض أيضا لدينا المنتج الثالث بناء الطلاب نتعرف على مذاق هذا المنتج لدينا هنا المكسرات إذن المكسرات بناء الطلاب من المنتجات ذات المذاق المالح عندما نقوم بتناول المكسرات فإن طعم هذه المكسرات يكون ماذا أحسنتم يكون مالح إذن كما تشاهدون لدينا هنا في العمود الثاني موالح المكسرات تعتبر من الموالح وأيضا لدينا هنا مخلل حوامض وكذلك الحلويات الموجودة في الصورة الأخيرة إذن نقوم بتوصيل هذه المنتجات حسب ما يطابقها في ماذا؟ في المذاق في ماذا؟ في المذاق إذن نقوم بإيصال ذات المذاق الحلو ببعضها البيض وأيضا ذات المذاق الحامض ببعضها البيض وكذلك ذات المذاق المالح مع بعضها البعض إذن قمنا بناء الطلاب التعرف على هذه المنتجات وكذلك معرفة مذاق هذه المنتجات كما ذكرنا مذاق حلو مذاق حامض وأيضا مذاق مالح نتعرف على هذه المنتجات من خلال التذوق تذوق هذه المنتجات لنعرف تذوق هذه المنتجات سواء حامضة أو مالحة أو حلوة في هذا النشاط بناء الطلاب سوف نتعرف إن شاء الله على بعض المنتجات سوف أقوم بسؤالكم عن بعض المنتجات وتقومون بذكر مذاق هذه المنتجات كما تشاهدون لدينا بناء الطلاب هنا لدينا البرتقال ما هو طعم هذا المنتج؟ هل هو حامض أو حلو أو مالح؟ أحسنتم إذن البرتقال من المنتجات ذات المذاق إذن البرتقال بناء الطلاب من المنتجات ذات المذاق ماذا؟ أحسنتم الحامض وأيضا لدينا هنا كما تشاهدون الليمون هذا منتج الليمون إذن أيضا الليمون من المنتجات ذات المذاق الحامض عندما نقوم بتناول الليمون أو البرتقال فإنه يجد طعم هذه المنتجات حامضة إذن نصنف هذه المنتجات بناء الطلاب ذات مذاق حامض أحسنتم إذن نقوم بوضعها كما تشاهدون قومنا بتصنيف هذه المنتجات في الحوامض أيضاً أبناء الطلاب كما تشاهدون لديه هنا ما هذا المنتج البيتزا أحسنتم وأيضاً لديه هنا صورة للأجبان إذن هذه المنتجات أبناء الطلاب ماذا نصنف هذه المنتجات عندما أقوم بتناول هذه المنتجات وتذوقها فإن الطعمة يكون ماذا أحسنتم يكون مالح إذن هذه المنتجات أبناء الطلاب نصنفها على أنها موالح إذن نصنف هذه المنتجات أبناء الطلاب على أنها موالح إذن تصنف هذه المنتجات على تصنيف الموالح إذن نقوم بوضعها في كما تشاهدون هنا موالح بقي لدينا أبناء الطلاب هذه المنتجات كما تشاهدون ماذا لديه هنا أحسنتم الأيس كريم عندما أقوم بتناول الأيس كريم فإن الطعمه يكون ماذا أحسنت حلو إذن نصنف هذا المنتج على أنه من المنتجات ذات المذاق الحلو أيضا لدي هذه الصورة أبناء الطلاب ماذا لديه هنا أحسنتم العسل إذن العسل أيضا من المنتجات ذات المذاق الحلو أحسنتم إذن عندما يقوم بتذوق منتج العسل فإنه يكون من المنتجات ذات المذاق الحلو أيضا لدي هذه الصورة أبناء الطلاب ماذا تشاهدون هنا أحسنتم بعض الحلويات إذن تصنف هذه المنتجات لأنها منتجات ذات مذاق حلو وأيضا كما تشاهدون هنا لدي بعض هذا المنتج أيضا منتج الآيس كريم ويصنف هذا المنتج أيضا من المنتجات ذات المذاق الحلو إذن بناء الطلاب تعرفنا على المنتجات وقمنا بتصنيف هذه المنتجات ذات المذاق الحلو وكذلك المذاق الحامض وأيضا المذاق المالح إذن قمنا بتصنيف هذه المنتجات والتعرف عليها وعلى مذاق هذه المنتجات وكذلك الحاسة المسؤولة عن عملية التذوق ما هي الحاسة المسؤولة عن عملية التذوق أحسنتم إذن حاسة اللسان هي الحاسة المسؤولة عن عملية التذوق عندما يقوم بتناول الأطعمة فإن هذه الحاسة تقوم بمعرفة هذه المنتج سواء حامض أو حلو أو مالح وكذلك أيضا مر إذن تعرفنا بناء الطلاب وقمنا بحل هذا النشاط وتعرفنا عن المنتجات ذات المذاق الحلو وأيضا ذات المذاق الحامض وأيضا ذات المذاق المالح أحسنتم أيضا بناء الطلاب يقوم ولي أمر الطالب أو أحد أفراد الأسرة بإعطاء الطالب بعض المنتجات وسؤال الطالب عن هذه المنتجات هل هي حلوة أو حامض أو مالح من خلال تذوقها ويقوم الطالب بتصنيف هذه المنتجات والتعرف على تصنيف هذه المنتجات القيام بتذوق هذه المنتجات وأيضاً القيام بإعطاء الطالب بعض الصور كما ذكرنا قبل قليل ويقوم الطالب بتصنيف هذه المنتجات ذات المذاق الحامض أو الحلو أو المالح أيضاً لدينا هذا النشاط أبناء الطلاب نشاهد بعض الصور نريد تصنيف هذه المنتجات هيا أبناء الطلاب لنقوم سويا بتصنيف هذه المنتجات وكذلك التعرف على هذه المنتجات ذات المذاق الحلو وكذلك الحامض وأيضا المالح كما تشاهدون لديه هنا في هذه الصورة الأولى ماذا لديه هنا؟ أحسنتم لديه هنا الكيك أو الكعك كما تشاهدون والشوكولاتة إذن هذا المنتج يصنف على أنه من المنتجات ذات المذاق ماذا؟ الشوكولاتة أبناء الطلاب ذات المذاق الحلوة إذن نقوم بإيصالها بكلمة حلو ذات المذاق الحلو إذن هذا من المنتجات ذات المذاق الحلو إذن نقوم بإيصالها بكلمة حلو إذن صلفناها على أنها من المنتجات ذات المذاق الحلو إذن نقوم بإيصالها بكلمة حلو المذاق حلو أيضاً لديه هنا في الصورة الثانية كما تشاهدون عصير برتقال وأيضاً فاكهة برتقال لديه هنا عندما أتناول هذه الفاكهة فإن الطعمة يكون ماذا أبناء الطلاب عندما أتناول البرتقال فإن الطعم البرتقال يكون ماذا أحسنتم إذن البرتقال من المنتجات ذات المذاق الحامض أحسنتم ذات المذاق الحامض إذن نقوم بإيصالة بكلمة حامض أين نجد كلمة حامض أحسنتم إذن صنفنا هذا المنتج على أنه من الحوامض بقي لدينا هنا أبناء الطلاب المكسرات عندما تناول المكسرات فإن هذا المنتج يكون ماذا؟ هيا شباب حلو أو حامض أو مالح المكسرات أحسنتم إذن المكسرات ابناء الطلاب من المنتجات ذات المذاق المالح أحسنتم إذن نقوم بإيصاله بكلمة مالح بهذا ابناء الطلاب يكون تعرفنا على تصنيف المنتجات ذات المذاق الحلو وكذلك المذاق المالح وأيضا المذاق إذن نقوم بإيصال المنتج هذا المالح بكلمة مالح وبهذا ابناء الطلاب يكون تعرفنا على هذه المنتجات وكذلك قمنا بتصنيف هذه المنتجات حسب مذاقها تصنفنا هذه المنتجات حسب مذاقها وفي الختام أشكركم ابناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته